القمة الفرنسية الأردنية التي عقدت بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي فرانسو أولاند أسفرت عن توقيع عدد من مذكرة تفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون في قطاعات المياه وإدارتها والزراعة والقضاء وطاقة المتجددة تفاصيل أكثر في تقرير التالي تعزيز جهود محاربة الإرهاب وعصاباته وضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية وتكثيف جهود إحياء مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في عدد من دول المنطقة تصدرت جميعها محادثات جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي فرانسو أولاند في قصر الحسينية بعمان جلالة الملك أكد استمرار تضامن الأردن مع فرنسا في مواجهتها للإرهاب وأعرب عن تقديره لدورها القيادي والمميز في قضايا المنطقة علاوة على دعمها الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحمل تبعات اللجوء السوري وما قدمته للمملكة في المجالات العسكرية لتنمية القدرات في محاربة الإرهاب الرئيس أولاند أثنى من جانبه على استضافة الأردن للقوات الجوية الفرنسية لمحاربة عصابة داعش الإرهابية واستضافته كذلك لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين مشيرا على الصعيد الاقتصادي إلى أهمية تشجيع الشركات الفرنسية على الاستثمار في الأردن وتسهيل بلاده قواعد المنشأ لغايات تمكين المملكة من التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي ودعم تنفيذ قرارات مؤتمر لندن للمانحين المتعلقة بدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين وفي مقدمتها المملكة جلالة الملك والرئيس الفرنسي شهد على توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين من شأنها تعزيز التعاون في قطاعات المياه وإدارتها والزراعة والقضاء والطاقة المتجددة لا سيما وأن البلدين يرتبطان بعدد من الاتفاقيات في مقدمتها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى جانب اتفاقيتين ثنائيتين الأولى لتعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة والأخرى لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يختص بالضرائب المفروضة على الدخل وخلال افتتاح منتدى رجال الأعمال الأردني الفرنسي الذي أقيم في غرفة تجارة عمان قال أولند إن بلاده قدمت إلى الأردن خلال السنوات العشر الماضية نحو مليار دولار فيما ستقدم خلال السنوات الثلاث المقبلة مليار يورو لمساعدته على تحمل تبعات اللجوء السوري